الفساد افة خطيرة لها القدرة على تحطيم كل طموحات النهضة والوقوف امام كل هدف ورؤية ومكافحته والقضاء علي اهم اساسيات التنمية معادلة تعيها قيادة المملكة لرفعة البلاد ومن اجل ذلك علن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مع توليه مقاليد الحكم عام 2015 الحرب على الفساد مؤكدا ان المملكة لا تقبل فسادا على احد ولا ترضاه لاحد ولا تعطي ايا كان الحصانة وان اقتلاع سرطان التنمية سيسير برغبة القيادة واجمع الشعب وضع الملك سلمان خارطة الطريق وجاءت رؤية المملكة 2030 واصبحت الطموحات عنان السماء وتحقيقها يتطلب الحزم والقوة في مواجهة الفساد والمفسدين فكان الامر الملكي بانشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العاد لتبدأ معركة الدولة الكبرى ضد الفساد وبلا اي استثناء لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد ايا من كان لن ينجو نعم كائنا من كان فحرب اجتثاث الفساد لم تتوقف عند احد بسبب مكانته او حساسية موقعه فالجميع في دائرة المحاسبة طالما توافرت عليه الادلة حتى طالت المواجهة الاجهزة العسكرية على اختلاف المناصب فالنهج واضح ولا عودة عنه قبل القضاء على الافة الخطيرة والمتكسبين منها احرزت المملكة تقدما بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 ميلادية والذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية كما تقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين لتحقق المركز العاشر بين دولها وخلال رئاستها الاستثنائية لمجموعة العشرين اطلقت المملكة مبادرة الرياض والرامية الى انشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد مبادرة لقيت ترحيبا جامعا من دول مجموعة العشرين لما لها من انعكاسات على تعزيز النزاهة العالمية والبوصلة داخل المملكة وباسهاماتها العالمية في الاتجاه الصحيح تواصل اجتثاث وحصار الافة الخطيرة وتجفف منابعها وفق مبادئ العدالة فلا احد فوق سلطة القانون والمفسد لن يلقى الا حسابا رادعا يتساوى مع حجم الفرص الكبيرة التي حاول سلبها واضاعتها من الوطن والمواطن وولي العهد يؤكدها الفساد بلا عقاب رادع اصبح من الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر